استخدام القوة وحدها لا يكفي تقول واشنطن رغم مرور أكثر من شهر على بدء الضربات العسكرية ضد الحثيين إلا أن هجماتهم لا تزال مستمرة وهو مفتح نقاشا داخل طاولة الحرب الأمريكية البريطانية حول الخيارات القادمة والتي تتراوح بين رفع وطيرة الضربات العسكرية أو شم حرب شبه شاملة أو زيادة الضغوطات الدبلوماسية حاليا تدرس واشنطن خيار زيادة الضغوط على الحثيين لكنها تواجه صعوبة في ذلك وفق شبكة CNN التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة بايدن ترى أن استخدام القوة مع الحثيين لا يكفي وحده لإجبارهم على وقف تهديداتهم للملاحة خصوصا وأن اعتراض الهجمات الحثية يكلفهم ملايين الدولارات المسؤولون الأمريكيون أوضحوا لشبكة CNN أن واشنطن لا تستطيع تقدير حجم الدمار الذي لحق بالبنية العسكرية للحثيين وهو ما يفرض دراسة خيارات أخرى إلى جانب استخدام القوة ضدهم وحتى اللحظة فإن الدفاع الأمريكية تجد نفسها ملتزمة بمسار اعتراض الهجمات الحثية حيث دمرت سبعة صواريخ كروز مضادة للسفن قبيل انطلاقها كما ورد في بيان الجيش الأمريكي الذي أفاد بأن قواته حددت مواقع الصواريخ في مناطق سيطرة ميليشيا الحثي مع ذلك فإن المخاطر على البحر الأحمر مستمرة من هجمات الحثيين إذا لم تحسم واشنطن خيار الانتقال للتدمير الشامل لقدرات الحثيين حيث تسبب هجومهم على سفينة الشحر بمار في خليج عدن في تسرب بقعة نفط بطول نحو 29 كيلومتر ما يشكل قلقا مستقبليا على البيئة أوروبيا صادق البرمان الأوروبي على السماح بمشاركة جنود ألمان في المهمة الأمنية للاتحاد الأوروبي المسمات سبيدس التي تعنى بحماية حركة الملاحة بالبحر الأحمر وما هو واضح أن العالم يحتشد قرب اليمن لحماية مصالحه المهددة من ميليشيا الحثي إلا أن المؤكد أن الميليشيا ومن خلفها إيران ستستمر في تهديداتها للملاحة الدولية ما لم تتلقى هزيمة عسكرية كبيرة الهزيمة المرهونة بخروج واشنطن من حيرتها ومخاوفها اشتركوا في القناة